احتمالية الاعتصام امام المنطقة الخضراء واقتحامها مخاوف من الجمعة المقبلة قد تسقط البرلمان السلام عليكم متابعي قناة اخبار العراق قبل البدء لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس لتنصلكم الاخبار العاجلة والحصرية اثر موقع ميدل است اي البريطاني مخاوف من ان يكون موعد الصلاة الموحدة يوم الجمعة المقبل الخامس عشر من تموز يوليو الحالي مناسبة لتحرك حاشد من التيار الصدرية من اجل اسقاط البرلمان او اندلاع مواجهات مع القوات الامنية وذلك بعد اضطراره الى الانسحاب من مجلس النواب ومن العملية السياسية رغم انه الفائز الاكبر في الانتخابات واستعاد التقرير بداية احداث شباط فبراير في العام الفين وسبعة عشر عندما تحركت حشود التيار الصدرية من ساحة التحرير في بغداد باتجاه المنطقة الخضراء من اجل اقتحامها ونقل التقرير عن شهود عيان قولهما ان عشرات الالاف من الصدريين العزل هرعوا عبر جسر الجمهورية والسنكة وكأنهم منومين مغناطيسيا واشار الشهود الى ان وابلا كثيفا من الرصاص والغاز المسيلة حول مهمة العبور هذه الى مهمة انتحارية ولم يمنع ذلك الصدريين من مواصلة المحاولة ثم صدرت اوامر جديدة من مقتل الصدر من اجل الانسحاب تكتيكيا حتى اشعار اخر والان يقول ميدل است اي انه اذا قربنا المشهد وصولا الى تموز يوليو الحالي فان مثل هذه المواجهة الدموية مرشحة للحدوث مجددا مشيرا الى انه منذ استقالة النواب الصدريين وكبار قادة التيار الصدرية يروجون لسيناريو مشابه لشهر فبراير شباط عام 2017 باعتباره الخطوة التالية للصدر ونقل التقرير عن احد المساعدين الكبار للصدر قوله انه لو قام مئة الف متظاهر بمحاصرة مبنى البرلمان وطالبوا باستقالة النواب فمن سيقف في طريقهما معتبرا ان البرلمان الحالية ليس شرعيا وما من قوات امن عراقية او فصائل مسلحة ستدافع عنهما واتابع المسؤول الصدرية ان مقترى الصدر لن يسمح لخصومه بتشكيل الحكومة والبرلمان فقد شرعيته بعد انسحاب الكتلة الاكبر ولم يعد ممثلا للشعب فلابد من حله صلاة موحدة واستعراض للقوة وينقل التقرير عن قادة في التيار الصدرية ان مطلبهم الوحيد هو حل البرلمان وان الاحتجاجات والاعتصامات ستندلع وستستمر طالما استمر البرلمان قائمنا ولفت التقرير الى ان الصدر كان قد دعا الى صلاة موحدة في الخامس عشر تموز يوليو بهدف احياء الذكرى السنوية الرابعة والعشرون لصلاة الجمعة الاولى التي اقامها والده الراحل اية الله العظمى محمد صادق الصدر حيث يخشى كثيرون ان تكون هذه بداية اندلاع تظاهرات حاشدة وبرغم ان القياديين المقربين من الصدر يقولون انه لا يبحث خططه علانية مع مساعديه وحلفائه الا ان عمليات تخشيد تجري من جانب قادة التيار الصدرية في مناطق بغداد والجنوب من اجل ضمان توفر كافة الموارد البشرية والمالية ومشاركة العدد الاكبر الممكن من المصلين يوم الجمعة وينقل التقرير عن قادة مراقبين السياسيين قولهما ان الصدريين المكلفين بتنظيم الصلاة تجولوا في المحافظات للاجتماع بالعشرات من شيوخ العشائر خلال الاسبوعين الماضيين وحفهم على المشاركة بكثافة في الصلاة ودعم الصدر وفي هذا الاطار فقد جرى تأجير مئات الحافلات بهدف نقل المصلين من المحافظات الوسطى والجنوبية الى بغداد وينقل التقرير عن الصدريين قولهما ان الاعتصام امام بوابات المنطقة الخضراء بعد الصلاة مسألة مرجحة وان اقتحام المنطقة هو ايضا احتمالا وقال قيادي صدري لن تكون مجرد صلاة الصدر يريد ان يكون عدد المشاركين بالملايين هو استعراض للقوة اكثر من كونه اي شيء اخر مشيرا الى ان هذه الصلاة ستظهر كم عدد الناس الرافضين للعملية السياسية الحالية مبتعدين عنها ولفت التقرير الى انه رغم ان الصدر لم يعد لديه اي نواب في البرلمان غير انه يفرض سيطرته على نحو نصف المناصب الحكومية بما في ذلك على رئاسة الوزراء الا ان المتوقع هو ان يخسر هذه المناصب خلال ستة شهور بعد تشكيل الحكومة الجديدة ونقل التقرير عن مساعد للصدر قوله ان الزعيم الصدري لن يسمح لخصومه بان يشكل الحكومة تحت اي ظرف من الظروف وان الصدر وقادة التيار يعتبرون الان ان الخلاف صار شخصيا وسياسيا ايضا وتابع المسئول الصدري انه في حال نجح في تشكيل الحكومة فان كل شيء سينتهي وسوف يسيطرون على كل شيء بما في ذلك منصب القائد العام للقوات المسلحة وبعدما اشار التقرير الى ان هناك تساؤلات حول ما يجري بالفعل في مكتب الصدر ومن المسئول بالضبط لفت الى ان الصدر تحصن في منزله في النجفة رافضا اي زائر ليس من التيار الصدرية مضيفا انه كان هناك كلام عن احتمال سفره الى السعودية لاداء مناسك الحجة او الى بيروت لكنه لم يغادر ابدا ونقل التقرير عن احد قيادي سرايا السلام قوله ان الوضع مثير للقلق كثيرا نخشى من خروج الامور عن السيطرة والوصول الى النقطة التي لا يوجد فيها خيار التراجع مضيفا ان الصدريين معروفون بتهورهم وشجاعتهم ونحن لسنا خائفين من القتال ولن نتراجع لكن فكرة الدخول في معركة بدون خطة باء او حد معين للتوقف عنده تبدو مخيفة للغاية قلق دولية ونقل التقرير عن دبلوماسيين غربيين ومسؤولين عراقيين قولهما ان زعزعة استقرار امن العراق بالنسبة للمجتمع الدولية يشكل احد اكبر المخاوفة وفي ظل الحرب الاوكرانية والمفاوضات المتعثرة مع ايران حول برنامجها النووية واحتمال التوصل الى نهاية للحرب في اليمن نقل التقرير عن سفير غربي في بغداد قوله اما جال لفتح جبهة جديدة في العراق مهما كانت الاسباب وقال السفير الغربي ان الولايات المتحدة وبريطانيا ودول الاتحاد الاوربية معنية جميعها مضيفا ان العراق من اكبر الدول المصدرة للنفطة واستقراره امنيا وسياسيا مهم لنا جميعا وخصوصا الان